اشتركوا في القناة لا تمثلها الميليشيات الإيرانية ولا ترضى بتدخل الفارسي ولا تمثلها أجندة إيران التي حولتها إلى أداة من أدوات القتل والإجرام وإقلاق الأمن والجوار كما أننا من هنا نناشد حكومتنا الشرعية المنتخبة ممثلة برئيس الجمهورية عبدربو منصور هادي حفظه الله وتحالف دعم الشرعية باستمرار معركة التحرير حتى نصرة كل المظلومين وعودة كل الحقوق وتحرير كل شبر من أراضي محافظة الصعدة وأراضي الجمهورية اليمنية بشكل عام هناك رسالة مهمة يجب أن يوصلها وعلى أبناء صعدة اليوم وراءوا أن يوصلها للعالم أن صعدة ليست للحوثي هناك من يظن خطأاً وحتى في بعض المجتمعات الخليجية أو من يظن خطأاً بسبب التشويش تشويش إعلام العدو أن هناك حرب لإجتثاب طائفة في صعدة وأن صعدة مفروضة على أساس أن هناك فرز طائفي وأن صعدة هذه في إطار جغرافية مذهبية تتبع مذهب معين صعدة لا تتبع مذهب معين صعدة هي لكل أبناء اليمن وتوجد فيها كل المدارس الفكرية ولذلك الحوثي الذي أراد أن يغير وجه صعدة وأن يغير تركيبة صعدة هو الذي قضى على هذا التنوع كله شكراً للمشاهدة